تتصاعد المطالبات في ذيقار لفرض هيبة الدولة والقانون ووضع حد للسلاح المنثلت وجعله تحت سيطرة القوات الحكومية شيوق العشار وأثناء حضورهم المجلس التأبيني للعميد علي جميل الذي استشهد نتيجة النزاعات العشارية طالبوا الجهات الحكومية بسحب كافة الأسلحة وإنهاء الفوضى التي عاشت المحافظة في الأونة الأخيرة على أن يكون القانون فوق الجميع نطالب من الحكومة العراقية بسط النظام في كافة مدن العراق وسحب الأسلحة الثقيلة وفرض القانون بشدة ولا تأخذهم لو أمثلاء في الحق وعلى الدولة والحكومة العراقية سحب السلاح من كافة المتنفذين خارج القوات المسلحة امتناء على الرمي وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على القانون للأسف بهذه المحافظة لم يفعل بشكل صحيح اليوم بصراحة إذا حصرنا السلاح بيد الدولة يعني ترتقي الدولة وتستعيد الدولة هيبةها قيادة العمليات أكدت أن قواتها مستمرة بعملية فرض القانون والبحث عن المطلوبين وجنات وإنها لن تتراجع في عملياتها حتى تحقيق الأهداف المرسومة لها مبينة إنها صادرت العديد من الأسلحة وألقت القبض على العشرات من المطلوبين للقضاء وإنها تعمل على إنهاء المظاهر المسلحة في المحافظة حققنا بسحب كثير من الأسلحة وصادرناها يراد أن تكون محافظة قادرة أمن محافظة أزمات وأنا أطمئ جميع محافظتنا بالعكس محافظة هدوء إن شاء الله وتلاقي عملية فرض القانون وسحب السلاح وجعله بيد الدولة استحسان المواطنين في المحافظة ليعيش الجميع بأمان بعيدا عن أزيز الرصاص لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذيقار